تختتم اليوم فعليات النسخة الأولى من مهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية والذي استمر على مدار يومين ويهدف المهرجان إلى الترويج لمحصول المانجو الذي تشتهر به المحافظة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال زراعتها في احتفالية فريدة طليق بعشاقها انطلقت النسخة الأولى من مهرجان المانجو والتي ارتبط اسمها بأجود أنواع مالكة الفواكه الصيفية المهرجان الذي يستمر على مدار يومين يهدف للترويج لمحصول المانجو والذي تشتهر به المحافظة إلى جانب جذب الاستثمارات لتنمية زراعتها والترويج للسياحة بشكل عام في محافظة الإسماعيلية نحن نسعى لأن نزود صادراتنا من المانجو في نفس الوقت نسعى لزيادة الاستثمارات في التصنيع الزراعي هذا بالإضافة طبعا إضافة البهجة والسرور على أهلينا في محافظة الإسماعيلية وبقية المحافظات لأن نحن ندعوهم للسياحة الداخلية داخل محافظة الإسماعيلية إنه شيء رائع وأنا أرى مصر تحتفل بواحدة من أشهر الفواكه وأنا أعلم أن مصر تشتهر بالزراعة وتصدير المنتجات الزراعية مثل البرتقال والمانجو وأنا موجود اليوم للمشاركة في هذا الاحتفال الرائع المهرجان بدأ بجولة من السيارات المزينة بالمانجو بشوارع المحافظة إلى جانب إقامة منافذ لبيع جميع أنواع المانجو بالسعر الجملة في جميع مراكز ومدن المحافظة وذلك وسط تفاعل وأقبال كبير من المواطنين مهرجان حلو جدا وتنظيم عالي جدا وبيعتبر أنه هو كمان أول مرة السنادي وأول افتتاح لي بس خارج بصورة حلوة وصورة مصرفة لشعب الإسماعيلية مهرجان المانجو أول سنة يقوم السنادي وفعاليات هذا المهرجان مؤثرة جدا إن الإسماعيلية أصلا بتشتهر بتلت إنتاج المانجو في المحصول والسنادي كمان عاملين تنشيط لها إنه هيتصدر لخارج الدول حد دعينا صفراء ومحافظين من محافظات أخرى عشان تنشيط السياحة الداخلية والإسماعيلية أصلا بتشتهر بمحاصيل الزعرية وعلى أشارها المانجو والله إحنا بنحاول نعمل المهرجان دوت لشعب إسماعيلية أولا والمصر بقى أكملها إن إحنا بنعرض المانجو في إسماعيلية لمصر كلها إن هي أجود مانجو موجودة في الجمهورية بقى أكملها الإسماعيلية تعتبر المحافظة الرئاسية لإنتاج المانجو المشهورة المانجو المحلية بطعمها الجميل الزبدية والعويسي والسكري أنضف أنواع المانجو مهما فيه أنواع أجنبية بس المحلي ثبت وجوده بسم الله من شاء الله المانجو حلوة والمهرجان حلوة واحد لحاجة المانجو رخيصة تشتهر محافظة الإسماعيلية بكونها المحافظة الأكبر في إنتاج محصول المانجو على مساحة تتجاوز 80 ألف فدانا ويأتي تنظيم مهرجان المانجو هذا العام بهدف أن يكون انطلاق لمهرجان عالمي يهدف التنشيط التجاري والسياحي لهذه المحافظة الساحلية